اخواني اخواتي السلام عليكم امسية طيبة مباركة ان شاء الله اليوم نحن يوم الخميس سبعة نوفمبر عشية الجمعة ثمانية نوفمبر الأسبوع الثامن والثلاثين من الثورة الشعبية المباركة في الجزائر من الحراك الوطني طبعا ما زال في ذاكرة الجميع بالنسبة الي هذه مناسبة للتذكير بتلك الهبة المواطنية الكبرى اللي شهدتها الجزائر الجمعة الماضية وفي الحقيقة التي كانت ترمز الى شيء عظيم بالنسبة للجزائريين ونتكلم كجزائري على اكتحال وما احسست به وعلى الملايين ممكن الجزائريين يشاطرون هذا الرأي ربما خاصة بالنسبة لجيل الاستقلال اللي معاش الثورة كجيلي انا والذين اتوا من بعد ممكن وبدون مبالغة اول مرة في حياتنا نتذوق لذة الاحتفال بانطلاق الثورة المباركة عن نوفمبر في جزائر الاستقلال يعني هذا الجو الرائع في انسجام تام بين جيل لم يعايش الثورة وجيل الثورة الذي طبعا معظمهم ان لم يكن القلة القليلة جدا قد قضوا نحبهم منهم من استشهد خلال الثورة منهم من مات فيما بعد لكن عندما ترى شاب صغير في الشارع ينادي باسمع لي لا بوينت بن مهيدي لا غري ذلك وبطريقة فيها شيء من الحماس والانسجام التام كأنهم نفس الناس نفس الناس اللي كانوا عايشين في نوفمبر هذه اول مرة عشناها كجزائريين كاحتفال شعبي بعيدا عن الاشياء اللي شفناها من قبل في السنوات الماضية والتي كانت يعني مرات فولكلور تاع سلطة يعني يفتقدك إلى أي معنى وجداني في قلوب الجزائريين بل كان تقص تنتهجها سلطة لتبرير وجودها في السلطة ومرات حتى بالغش والكذب على الجزائريين أملي أن تبقى هذا الروح باقية في قلوب الجزائريين والجزائريات في هذه المرحلة الحالكة من تاريخ الجزائر والتحام نوفمبر 2019 بنوفمبر 54 لانطلاقة جديدة للجزائر بنفس الروح نفس الروح الوطنية نفس الحرص على استقلال وسيادة الجزائر ووحدة شعبها والتحام الشعب بمشروع وطني جامع مشروع وطني جامع تم التعبير عنه بطريقة حضارية وسلمية منذ الثورة المباركة يبدأت 22 فبراير من هذه السنة وأملنا جميعا ابتداء من الغد وحق ما توقف في الموضوع منذ كل الأيام التي مضت أن يواصل الجزائريون الجزائريات في هذا المطلب سنقول حتى فوق الإشكالات السياسية التي نعيش هذه الأيام لأن هذا الروح هي أسمى وأهم من أي صراع سياسي أو أي مشكل مع السلطة الفعلية الحاكمة أي اعتبار آخر لأن هذه الروح حتى إن شاء الله عندما تستقر الأمور وترجع المياه إلى مجاريها أو تمشي الرياح المياه المجاريها وتوضع اللبنات الحقيقية الصلبة التي تبنى على أساسها دولة الحكم الراشد دولة الحريات دولة حقوق الإنسان الدولة الديمقراطية دولة الكرامة للجزائريين دولة ذات السيادة لازم هذا الروح تبقى تسري في شريان كل الجزائرين والجزائريات لذلك الإبقاء على هذه الهبة المواطنية وهذا السعي أمر مصيري بالنسبة لأمتنا لأنه لا يمكن أن يتحقق أي شيء ولا ازدهار ولا تطور ولا إنعاش اقتصادي ولا تطور علمي إذا فقدنا هذه الروح التي اتسمت بالحضارة بالوحدة بالأخوة بين الجزائريين بهذا التصرفات السلمية بهذا الحس السياسي والوطني الذي رجع حتى عند الشباب عند الأطفال في المدارس حرص على حب الجزائر حرص على مستقبل هذا البلد فإن شاء الله تكون هذه الجمعة كذلك 38 جمعة مباركة جمعة التفاف للجزائريين ومواصلة للطريق وأنا قلت في عدة مرات وهذا يشاطره الكثير من إخواننا الجزائريين الجزائريات ولا أحد يدخل لنا الشك بالطولة الحالة لا 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 هذا الانطلاق لازم تبقى دائما دائما ولو اليوم غدوة تم وضع نظام شرعي ونظام قوي ويرعى حقوق المواطنين لكن حتى هذا النظام أيا كان إذا ما لقاش شعب بهذا الشعلة اللي تمشي فيه بهذا الشعلة التي تجعله تقول للمحسن أحسنت وتساعده وتقول للموسيئ أسأت وتسجره إذا ما كاش هذا الحس الوطني رح نرجع إلى نقطة الصفر فذلك فلنحافظ على هذه الروح وليكن هذا بمواصلة هذا المسار بكل قوة وحزم خدمة للجزائر لا غير طبعا في هذا المضمار لا يسعنا إلا نتذكر مجددا إخواننا وأخواتنا لرغم ما زالوا معتقلين بفعل الظلم الظلم لا غير الظلم السلطة القائمة ولكنهم الحمد لله هو ناس في مسار وفي مسعى نبيل شريف يدعمه الشعب كلية بل اللي راه في ورطة وفي ورطة أخلاقية قانونية حتى من حيث الحس الوطني والسلطة القائمة اليوم بكل أوجهها ومؤسساتها للأسف فقد أهضرت حقوق هؤلاء وظلمتهم وتتحمل مسؤولية الظلم الذي سلط على هؤلاء فمثلا رأينا أبو رقع الآن في هذا السن كيف يخرج من السجن بشيدي العملية يعني في هذا السن يليته كان مع أهله مع قاربه مع إخوانه مع شعبه حتى يعني يكون لهم الدعم المعنوي له والالتفاف حول رجل مسن دفع الكثير من هذا البلد ولكن شوف عندما يصيب الغباء السياسي هذا وش نسميه الغباء السياسي وفقدان البصيرة والتعقل عند من يسيرون الأمور تصل بنا الأمور إلى طامات كهاته قضية أخرى قضية أخونا في مستغانم براهيم دواجي الذي هو مضرب عن الطعام ونقل المستشفى في حالة خطرة خطرة وحقيقة تبعث على القلق بالنسبة لصحته ولا قدر الله حتى يصيبه مكروه وهذا كذلك بفعل إجراء تعسفي ظالم في حقه فطبعا لهؤلاء جميعا وغيرهم معتقلين لا بد أن يبقى التفافنا حول عائلتهم حولهم كمعتقلين حول المعاني والقيم التي خرجوا من أجلها ويتحملون الأذى من أجلها ما ننساوش هذا الناس تسجنوا خطرش وقفوا في الحارك فلذلك لا بد أن الحارك يعني أقل ما يقدموا الجميل اللي يرده لهم هو أنهم يسيروا على خطاهم ولا يخذلوهم لأن أقصى ما يصيب الإنسان المجلون في هذه الحالة أن يرى الذين كانوا معه يتراجعوا يتقهقروا فلا نقع إن شاء الله ولو من هذه الزاوية طبعا الحارك والثورة لها أهداف نبيلة كبيرة لكن حتى هذه الزاوية لا أهميتها لإظهار الالتفاف والتضامن مع هؤلاء الإخوة والأخوات الذين هم معتقلين ظلما وعدوانا أمر آخر طبعا وقع خلال هذا الأسبوع وتكلموا عليه كثير من الإخوان والمحلينين للكذا ما جرى لقضية إضراب القضاة طبعا نحن لازم يكون عنا موقف معتدل ونقيم الأمور حسب ما هو واقعي وحسب ما فيه مصلحة للبلد فيه عدة أوجه لإضراب القضاة فيه جانب نسميه مهني بحت تحهم يخصهم وبالحقهم مثل قضية الأجور قضية إمكانات ووسائل العمل إلى غير ذلك أمور لتخص الفئة وهذا مدام المطالب تكون معقولة في إطار ما هو ممكن نظر من كل الفئات لها الحق من أن تطالب بحقوقها المهنية وأن تتاح لها الفرصة لممارسة مهنتها على أحسن وجه لكن ما ننساوش إحنا كمواطنين وكشعب جزائري طرحت هذا الإضراب مسألة جوهرية ما هيش قضية في أوية المسألة الجوهرية ما هي هي أن يصرح القضاة بعظمة لسانهم أمام الجزائريين ما كان يعرفه الجزائريون ألا هو ألا وهو أن العدالة غير مستقلة قالوها صراحة العدالة ما هيش مستقلة وراهي تمشي بطريقة ما هيش بالطريقة للمفروض تكون تتسم بها سلطة بالمفهوم الدولة العصرية ومفهوم حتى الدستور الجزائري القضاء سلطة سيان بووار ما هوش جهاز ما هيش بركة يعني استركتور في إطار الدولة لا لا هي السلطة القاضي عنده سلطة ورأينا يعني الطامة الكبرى اللي وقعت في محكمة وهران والتي في الحقيقة جعلتنا بالمعنى لها العامية البسيطة تبهديلة في العالم كيف أنه يصبح المفروض الداركي أو الشرطي اللي هو تحت إمرة القاضي القاضي هو ليأمر الشرطي والقاضي والداركي عفوا فأصبح الداركي يدخل ويعتدي على قاضي في محكمة وفي الحقيقة هذا الجانب لم يحل ما تحلش قضية استقلالة القاضة لأنه حتى بيان نقابة القضاء تكلم عن اتفاق اللي يقع بينهم وبين وزارة العدل وذكروا لأنه لم يقدروا شيء يتنسى وذكروا قضية استقلالة القضاء وقالوا ستنظم ورشات دراسية أو أيام دراسية لطرح هذه القضية هذا يعني شيء غير كافي لا قضية محورية كهذه استقلالية القضاء تتطلب جهداً وطنياً من الطبقة السياسية من مؤسسات الدولة من كل الفاعلين السياسيين لوضع القوانين الإجراءات التدابير التي تجعل من استقلالية القضاء أمراً لا شك فيه لأن قوام دولة القانون عندما يكون القاضي مستقلاً حقيقة ولا يشك المواطن في ذلك ما لازمش المواطن يشك في الدول الكبيرة المستقرة إذا تكلم القاضي بحكم انتهى اللهم إذا فيه استئناف أمام هيئة قضائية أعلى لتعطي طبعاً حق الاستئناف والطعن للمواطن وهذا من حقوق الذين يقفون أمام العدالة لكن ولا رئيس دولة ولا رئيس أركان ولا وزير ولا والي ولا شرط ولا شيء عندما ينطق القاضي خلاص وهذه الدول الكبرى اللي عندها تبنى على أسس متينة وهذا هو أول نبراس أول مقياس تقاس به دولة القانون احنا رأنا بعاد 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 مسافات شاسعة من هذا الورع وبصريحي اعتراف القضاءات في حد ذاتهم يعني ما نشح نزايد احنا نتكلم عن شيء منذ عقود ما وش حاجة جديدة وهذا الوضع هذا بالنسبة للقوضات نحن نعلم الآن وتأكدنا الآن يعني حتى هذه المحاولة تعقوضات والإضراب وكذا أنه لا يمكن أن تحل في إطار المنظومة السياسية الفاشلة القائمة اليوم في بلدنا غير ممكن غير ممكن التغيير الجذري الذي ننادي به منذ عقود والذي هو حامله الآن الشعب الجزائري والشارع الجزائري بقوة بقوة وإصرار هذا التغيير الجذري هو الذي يكون من أهم مراحله ومكوناته والمقومات التي يقاس بها هل تم إنجاز هذا التغيير أم لا هي المنظومة التي تأتي بالعدالة المستقلة حقيقة وللأسف وللأسف أنا نظر فذلك نقرأ عندي قراءة أخرى لتوقيف الإضراب تعقوضات وهي أن هذا الوضع الحالي هذا المنظومة الحالية هذا البنية تع الدولة الجزائرية كما رهي اليوم تمشي لا تسمح بأن نصل إلى دولة القانون واستقلية القضاء وعليه فلابد على الشعب أن يواصل مطلبه بالتغيير الشامل الذي يأتي بالدولة الجزائرية الجديدة بناء على حوار جاد حوار يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الشارع متطلبات الشعب الجزائري الذي أفصح عن مطالب معقولة مشروعة وممكن إنجازها وسيتم إنجازها إن شاء الله آجلا معاجلا لأن هذا مطلب الشعب كما مطلب الشعب الجزائري في نوفمبر لاستقلال في البداية فرنسا بالنسبة لي هذا جنون غير لكن بالإصرار والصبر حتى يتم إنجازه هذا يجر هنا يقول البعض إلى وما الحل وش هو الحل؟ يعني رأينا نعم ورأينا الحالة الآن رأي يصبح تخوف تخوف كأن نجزين يرواها تخوف لأن ما الجهة لنا قيادة الأركان نتكلم ليح بالأشياء المساومة لا بن صالح لا بدوي لا مندريت لا المترشحين هذا الخمسة اللي صفاتهم الهيئة اللي سموها مستقلة وإحنا نعرف ما عندها من الاستقلال إلا في الإسم لا كل هؤلاء ما عندهمش يعني ثقل في باش يزنوا ويكون لهم طرح اللي ممكن يأتي بالجديد فإذن قيادة الأركان تعالجيش السلطة لرأي ماسيا لأن اليوم أصبحت الجزائر دولة يحكمها علنا جهار فالنهار العسكر باش نكونوا واضحين من يحنا نعرف المعطيات إذن العسكر اختاروا وقالوا لا بد تندار انتخابات رئاسية يوم 12 الشارعي قل لا الشعب الجزائري باش نكونوا منصفين طبقة معتبرة من الطبقة السياسية طبقة السياسية طبعا كل من يريد أن يتكلم في السياسية في الأمور السياسية ونحن منهم مثلا نحن في حركة رشاد نرى هذا بقوة لا معنى ولا يمكن ولا تتم هذه الانتخابات هذا احنا موقفنا مكانش وطرحنا عدة مرات علاش هذا الوجهة عن نظرنا وما هي الأسباب سياسية معقولة ما هو لا تنطع لا موقف متطرف إنما هو موقف جد منسجب متزن يدعو إلى التعقل في الطرح السياسي يدعو إلى مراعاة مصلحة هذا الشعب ولا يخدم ما شو نقول مصلحة لأنه ممكن يكون فيها الإنسان يراها تقزيم وممكن حتى ظلم لطرف معين لكن لتصور سلطة فعلية عندهم تصور نحن باش نكون مقصطين في طرحنا تجاه هذا الطرف الهام هم عندهم ماذا أولاً يعتبروا بالحراك وكذا وكل صراح ما زال خاصة خاصة حتى عند قائد الأركان شخصيين يرى أن هذا مؤامرة داروا هالو الناس ليسميهم العصابة وما زال اليوم أتباع العسكر واللي رأهم يطبلونهم يتكلمون على العصابة من العصابة اليوم ماذا بينا يفهمون يشكون هذه العصابة فهمون اخي كن عدالة كن آليات ذكروا بالاسم فلواف لانعي لانعي يقولوا ناوش هم يديروا لأن وعدوا بهذا الشي ما تنساوش وعدوا بهذا الشي على الليسان حتى قاعد صالح قال سأأتي بالأدل لا أتم بالحد لان ما كان ولا شي حتى إذا افترضنا أنه صاحب التوفيق ولا صاحبه القديم لأننا كان معه صاحبه ودار له مكيدا وجمعها معاه ولك راك تقول ران في السجن برك ورها هذا الفاعل خلاص فإذن ضمنيا أصبحت قيدة الأركان وهذا اللي نراه في مواجهة يعني وجه للوجه مع الشارع الجزائري انشوك فرونتال هل الآن أي إنسان عاقل من هذا الطرف الطرف أو ذاك يقول أن قيام انتخابات في هذا الظرف هو في مصلحة الجزائر أنا شو بللي اللي حاب يمشي في الانتخابات لهذا الظرف إما أنه مغامر بالجزائر مغامر بالجزائر أو مستحوذ على السلطة ولا ينوي ولا يريد ولن يقبل أن تأتي سلطة يريدها الشعب هو حاب يشد وما هو شطالك هذا هو أو أنه له اعتبارات أخرى رح نتكلم عن هذه الاعتبارات وهذه اللي ممكن عندما نتكلم عن هذه الاعتبارات ولو ننظر إلى المشكلة من هذه الزاوية ممكن نحن نقول وما زال فيه أمل أن نجد حلا متعقلا حلا سياسيا في مصلحة الجزائر ويجنب الجزائر مخاطر وانزلاقات تعنت هذا الطرف أي قيادة الأركان تعالعسكر في القيام بانتخابات 12 ديسامة لماذا؟ لأن على أي حال انتخابات 12 ديسامة إما ما تتمش حقيقة يعني ما كانش ما تكونش اتخابات أو التم بفعل الدبابة بالذرع يعني يجبوا كذا وينصبوا ويديروا لأن الشارع ما وش قابلها هنا نشوفوا مترشحين ما يقدروش يمشوا في الشارع باش يخاطبوا الناس وقم تشوفوا شوفوا الصور اللي يتمشي ولا مندو بتاع مش عاف تبون ولا اللي بن فليس كيفاش مشوا به الناس والآن هذه حاجة مليحة مش مليحة ما يشح نقول هذا واقع اللي نصفه فيه الشعب راه ورافض هذا المسار الشعب والشعب هذا هو اللي يرافض الشارع مو الشعب الوهمي اللي يتكلم عليه قاية صالح إن هذا الشعب الوهمي اللي رايح يحاولوا مثلا يديروا كما شفنا بعض مدينة والأثنين يجيبوا الناس الحافيلات وإحنا معا الانتخابات ورجعنا اللي يسموه سياسة الكاشير هذا خلونا يعني امشوا كما يقول طوروا من بقيمة الجزائر لكن لو ننظر هل واحد يقول لكن ما هو الحل موجود كيفاش يكون هذا الحل يكون بتفعيل فاعلين جانب الثورة الشعبية ولا جانب الحرك وهذا يتطلب وضع ما رايح نقول خارطة سياسية لأن شخصيا وما نرى في حركة رشاد أن لا يتم وضع إملاءات من الآن لازم ديروا كذا وكذا وخطة ولا خارطة الطريق بالنسبة لنا هذا أمر سهل وحنا في حركة رشاد عنا طرحنا قادرين نجيبوا شيء وموجود عنا في تصورنا باش نكونوا واضحين موجود كيف تتم المرحلة معا من يكون الحوار لإفراز ماذا في أي مراحل لأي أهداف لغير ذلك باش ما يعقدوش الجزائرين يقولوا ما ما كانش إلا لكاين احنا ماناش نقوله احتراما لرأي الخير واحتراما كذلك لأدابيات الحوار والنقاش لذلك احنا دائما قلنا أن انطلاقة الحل تبدأ بحوار لا مشروط شفاف يشترك فيه كل الطبقة السياسية وبحضور قيادة الأركان وهنا تمانى الأمور بكل شفافية ومتيقنين أنه ممكن جدا أن نصل إلى حل الآن واحد يقول طيب هذا جانب الشعب الحارك روحاب ومستعد على الأقل أنتم في رشاد نحن نعم لدينا الاستعداد ولدينا هذا الرغبة لكن يقول لك الجماعة في العسكر لا هذا غلقين الباب ومقابلين شو قال لك احنا مان تحاوروا ديروا انتخابات والضبر احنا نقولهم لا أيها العسكر ما هوش هذا الحل وحبينا نحلل علاش موقف العسكر رافض لهذا الطرح تعالحوار وتعالحل التوافقي شفنا بعض الأسباب ما هيش رح نذكر كلها لكن أهمها أولا فيه وجهة نظر قد يراها البعض عقدة قد يراها البعض مشكلة في العسكر لكن نسموها وجهة نظر حتى نخلي شيء من معلش الاعتبار للمؤسسة الجيش ككل ترى أن الطبقة السياسية في الجزائر مبيوعة مهلهلة لا قيمة لها ولو كان هما العسكر يعني ما يرعاوش ويحافظوا على مصلحة الجزائر خلاة الجزائر كان يشوفوا بهذا الشيء ما منظر غالط نحن نشوفهم غالطين لكن معلش قد يقول الواحد هذا مهما كان يبقى حرص على الجزائر وكذا لكن هذا البعض عندهم هذا المنظر منظر آخر عنده توجه أكثر تحكم يقول العسكر عنا هما اللي عندنا بيدنا مفاتيح البلاد وما نقبلوش جهة أخرى تستلم هذه السلطة هذا يقول لهم بكل احترامنا لكم هذا كلام مرفوض والثورة الشعبية الجزائرية سوف تقضي سوف تقضي عاجلا مآجلا على هذا الفكر يعني إذا كاين ناس ما زال في العسكر وعارب اللي كاين يفكروا بهذا الطريقة باللي بلاد بلادهم مفتاح تاحهم يمشوا تحت تحت رجلنا ولا نرحوهم هذو نقول لهم لأيام بيناتنا وبيناتكم وتديكم الهبة الشعبية تنزعكم فنحن لا نتكلم على هؤلاء وهذا ما من نوع اللي قادرين ممكن لا سمح الله يخرجوا ويقتلوا شعبهم كاينين كاينين هذو هما نظرة تستحوال ونحن هذو لا شأن لنا بهم نقولوا الأيام بيننا وسوف تعرون بالطريقة السلمية القانونية باش نفهموا لها هذا هو طريق نحن طريق مشرف شريف نزيه وبالطرق السلمية الآن فيه أناس ثاني في العسكر وقد يجتمع هذا التفكير عنده شخص واحد ده باش نكونوا واضحين يرى أن فيه مصالح ثاني عندهم هما فئوية مش كما القوضات لكن تشبه بالنسبة للعسكر يقولوا كانت تغير أمور بسرعة ربما تتقاس بعض المقومات بعض الوسائل تعالى العسكر مثلا الميزانية مثلا الترقية في الجيش كيفاش نعينه قائد الأركان لأن الدولة المدنية عندها صح متطلبات في دولة مدنية وقائمة ومؤسسات وكذا مثلا ميزانية الجيش تناقش في البرلمان وقادرين يقولوا لهم لا السنة ما تقدرون تشرون مئة طيارات تشرون عشر ونقطة للصفر بينما اليوم هم يقرروا كما يحبوا هم يتصرفوا مش برك في ميزانية العسكر لكن حتى تعدوا لا يعني كل شي ففيه نقدر نتفهم واحد مثلا حاريس على الأمن الوطني في الجيش ولكذا يقول لك لو كان تروح لنا هذه الأشياء غدوة الميزانية غدوة ترقية قضية قيدة الأركان شكو اللي يدينها وزير الدفاع شكون ما نقدرون نمشي للمجهود هذه اعتبارات نتفهمها نتفهمها خاصة عندما تأتي من عند أناس في المؤسسة العسكرية اللي عندهم حقيقة تنحس وطني وحرص على أمن البلاد وقدرات الجيش الوطني الشعبي هذا شي يكون حتى يحسب لهم ويشرفهم احنا نقول ماذا يا جمعة الخير هذه الأمور كلها تأخذ بعين الاعتبار في نقاش حول مستقبل الجزائر علاش هذا الناس رامي تصوروا باللي الطرف الآخر اللي هو مثلا الشعب وحتى التنظيمات منها حتى حركة راشاد لا تلقي بالا لهذه الاعتبارات أبدا أبدا احنا في حركة راشاد مثلا من أهم الأمور التي نصر عليها ونفكر فيها هي الأمن الوطني القومي للجزائر قوة جيشها قوة مكانتها في محيطها فلذلك نحن أكثر من مستعدين للكلام عن هذه الأمور وطرحها بما يفيد الجزائر ويعود عليها بالخير من حيث أمنها وقوتها وكذا وطبعا بما يتم ويتيح الوسائل الضرورية اللازمة للجيش الوطني الشعبي ولدينا كذلك نظرة نسميها واقعية ما يقدرش واحد مثلا اليوم وإن كان الهدف نتكرر مثلا على ميزانية الجيش كمثال مركوش نعطي مثلا مدخل لطريقة الحوار مع الجيش الوطني الشعبي نحن نعتقد من حيث المبدأ أن بعض الأمور هي في الدولة المدنية مثلا ميزانية الجيش يقررها منتخب الشعب بطريقة لتضمن الأمن وممكن مرات حتى سرية بعض المدولات تنشر أنت ميزانية كل شيء ورايح ندير هذا النوع من السلح فيها أمن قومي ليراعة ومعطيات يعني الآن أصبحت معروفها وفي عند المهنيين ليس عليها غبار لكن في نفس الوقت في ممثلي الشعب الشرعيين لهم حق النظر في إطار هذه المنظومة تع السرية والأم تع البلاد إلى غير ذلك والكلمة الأخيرة في بعض الأمور لكن احنا من واقعنا نعارفين باللي هذا الممارسة ما رحيش نسطولها في جنو 2020 حتى وإذا قبل الجيش مرحلة انتقالية وكذا هذا يتطلب وقت يتطلب يعني مراحل يتطلب ممكن في مرحلة معينة يبقى الجيش هو ليعرف ميزانيته ويتصرف فيها كما يحب لماذا؟ لأن القدرات تع الطبقة السياسية ما زال ما تمرستش وما تمرنتش على هذه الممارسات حقيقة الدولة الديمقراطية وقس على ذلك قس على ذلك فلذلك احنا وهذه اللي الرسالة حابين يفهمها نسموه بالإخوان حتى ما يكونش نذيب شيء من الجليد الممكن المفتعل بشي يفهموا أن الطرح عند التغيير اللي نسموه راديكالي عندنا هو راديكالي من حيث التصور ولكن متعقل إلى أبعد حد من حيث الخارطة وخطة تنفيذ ذلك ما رأنا يش نطلبوه في أشياء غير معقولة وغير مقبولة اللي ممكن تهدد أمن الوطني ولا لحمة هذا الشعب ولا حدوده ولا أمن القوم أبدا لا يمكن ذلك لكن بما أنه تقررت حتى بالناس اللي في السلطة بلير عندنا كانت عصابة يا جماعة الخير راكم تقولوا أتعقلون ما تقولون راكم تقولون بللي أعلى المراتب في الدولة الجزائرية توفيق جنرال دوكور دارمي فريق اللي كان شد الأمن تعالجزائري مدة 25 سنة أنتم شيحنا أنتم راكم تقولوا هذا عصابة راكم تتصوروا مدى الصدمة لهذا هذا الكلام وهذا الاعتراف يثير عند أي مواطن حريص على على بلاده وعلى حب وطنه راهي المشكلة عميقة فلذلك نحن نقول في نفس الوقت جميل الاعتراف بللي القضاء ما وش مستقل من المعنيين ولا كين عصابة من المعنيين تعترفوا بها ولا البلاد كانت في خطر لكن الآن من حق كذلك هذا الشعب ومن يفرزه من طبقة سياسية ومن هو في صفه ويطالب بمسار آخر من كل أطياف سواء إخواننا هنا في رشاد ولا في تنظيم آخر ولا في كل دون إخصال جزائريين أن تكون لهم ما يدلو به وحتى هم عندهم حب وحرص على أمن وطنهم وازدهاروا وكرامتوا وقوتوا وعزتوا وأن يعيش المواطن الجزائري في كان في دولة القانون دولة الحريات دولة العزة والكرامة فلذلك نحن في هذا الطرح نقول أن الإصرار على انتخابات 12 ديسمر من طرف العسكر ولا سمحوني ما تكلمش عن المترشحين أنا بالنسبة لي هذا مع كل احترام الأشخاص ما يزيدوا ما ينقصوا ما يزيدوا ما ينقصوا ورهم في خطأ فادح اللي ترشحوا اللهم ما اللي رهم طامعين في طبخة طامعين في كرسي لأنه مستحيل واحد يجي يقول اليوم ينتخب بهذا الظرف ينتخب فش رح ينتخب يكون عنده الشرعية الشعبية باش يدير النحو يجي كبار وراح يجيب ناستخلالية القاضة هذا إما وهم وإما دجل إما وهم وإما دجل والاثنين مرفوضين تعتبر خطايا من المنظر السياسي فلذلك احنا حابين القيادة العسكرية ترجع إلى رشدها تفتح تبعث رسالة تفتح على الغير وإحنا نبرهن ونقوله بالغير هذا سيجدون الأعظام الصاغية المتعقلة من حيث المسار وكيف نصل إلى مرحلة جديدة بالنسبة للجزائر طبعا في إطار احترام الأهداف الاستراتيجية الكبرى اللي نسميها الدولة المدنية دولة القانون دولة احترام المؤسسات دولة التي تصون سيادة البلد وأمن القوم نعم كل هذه أمور ما نقدرش نحاور ولا نقش فيها لكن كيف نصل إليها نعم كخطة قال السنة أو ست شهور ندير هذا الشيء كما ذكرت قال مثلا لمدة معينة لأن الأمر ما هو فيه ما خاطر ولا كذا ميزانية الجيش لا تمس هذه أمور كلها قابلة وقد تكون في محلها يعني حتى بالنسبة أنا لا أظن أن أي مواطن جزائري مخلص لو جاتوا بالطرح السليم وفي نقاش شفاف ويطرح عليه الأمر هذا لمصلحة الجزائر حيقول لا أبدا أبدا وقس على ذلك فلذلك نحن نرى ونحبذ ونتمنى أن يكون هذا التعقل حتى من قيادة الأركان الجزائر أن تكون لها الشجاعة السياسية بأن تطرح هذا الحل الممكن الممكن جدا على طاولة الحوار وأن ننطلق سويا يعني مهما كان هذا الحل خير من الصيدام اللي رح يجي في 12 ديسمبر والذي ما رح يجيب بنا لدولة القانون لا رح يقضي على إصابات كما قلتوا ما يجي بنا استقرالية القاضة ما يبعث يعني الاقتصاد لأن المجتمع ما وش يقبل هذا الحل وراح ينتنفروا كثير من الطاقات ما رح يتشجعوا الناس اللي ممكن راهم قدرات وكفاءات والخارج بشير جعوا يقول لك ما زال الأمر معفن هذا النظام العسكري ما زال الوجوه القديمة رايحين تدوا البلاد إلى طريق مسدود ولا واحد ولا أعتقد أن فيه إنسان لي عنده ذرة حب لهذا الوطن حب يوصل البلاد لهذا الشيء أملنا أن يتعقل الجميع وطبعا يعني وقوفنا مع الشعب اللي رايزر في الشارع بقوة يبقى مطلق مئة في المئة ومساندة بدون هواد لأن هذاك مسار جيد ولكن نرجو أن يكون من المتعقلين ومن الذين يتفطنون ومازال الأوان مازال كان أيام وممكن هي كلها موقف سياسي شجاع هذه هي المنعطفات الكبرى في تاريخ الدول هي مواقف سياسية شجاعة بإخلاص ببصيرة بتعقل وبحزم كذلك طلب الأمر الحزم وقد يسمى راديكالية هذه الحزم نعم فيه مرات الحكمة هي في الراديكالية بالمفهوم السياسي مش معنى التطرف ولا العنف ولا كنت نتكلم على الراديكالية السياسية أي اتخاذ موقف قوي قال حابين نمشوا لهذا الاتجاه ونتوكل على الله جميعا حتى يكون ذلك خدمة لهذا البلد وهذا الوطن شكرا لكم وتحية الجزائر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته